موسيقى اه الراجل تولى القيادة الفنية او بقى مدير فني للنادي الاهلي في وقت حاسم جدا مهم جدا صعب جدا تحدي كبير ان انت يبقى الوقت عندك دايق في زحمة مباريات وداخل على حاجة هي الهدف الاول والاخير للنادي اللي انت جاي تدربه وطبعا لكمان جماهير النادي اللي انت جاي له هو جماهير النادي الاهلي اعظم جمهور في الدنيا طبعا ففي مهمة كبيرة قوي بالنسبة للجماهير حقيقة في حالة من التفاقل كبيرة جدا ليه كنا منتكلم في ده لانه لما كنت بشوف حالة الجماهير المعنوية او الكلام او الكامنس او كده على السوشيال ميديا او تعليقاتهم وقت قيادة فايلر في الفترة الاخيرة وده ما يقللش ابدا من فايلر والحقيقة فايلر بدأ بداية قوية طبعا مع النادي الاهلي وقدر ان هو يحسم الدوري قبل سبع اسابيع كمان من انتهاء الدوري ولكن في فرق يعني اللي ما كانش متفائل قوي بموراة الزهاب في المغرب بقى دلوقتي في حالة من التفاقل كبيرة وده مش من فراغ ده من بعد اللي شفناه مع موسيماني يمكن كنا دايما بنتكلم هو الرجل ده هيسيب بصماته امتى هيلحق امتى هنشوف فكره امتى بس ان احنا نلاقي من ثلاث ماتشات بس انه بصمات المدرب الجديد بدأت توضح ده يؤكد قد ايه الاختيار كان موفق جدا من جانب مجلس ادارة النادي الاهلي الراجل ده حافظ الاهلي الراجل دايما تكلمنا عن قد ايه هو حابب الاهلي الحقيقة انا اتفاجئت انه في المؤتمر الصحفي كان بيتكلم عن كل لاعب بالاسم يعني عارف كهربا عارف علي معلول عارف ايمن اشرف كلهم يعني من الصغير لكبير خلاص قدر ان هو يحفظ الاسماء بسرعة هو الرادي عارف النادي الاهلي ودايما بستشهد باللقطة لما كان بلاعب بالنادي الاهلي او كان ضد النادي الاهلي في مباراة ونزل يصور الجماهير من فرحته بيهم عشان كده بنقول قد ايه الاختيار كان موفق وقد ايه الجماهير مبسوطة ده لما لقي من ثلاث ماتشات البصمات واتحت وان هو الراجل جاي بفكر معين وجايب فيه التكتيك معين عايز يحفظه للعيبة ونلاقي من ماتش للتاني للتالت فيه فرق دلوقتي النادي الاهلي الاحصائيات بتقول قد ايه بيطلع على الجون اكتر بكتير من الاول بيطلع على حراسة بيطلع يعني بيخلق فرص واهداف فرص وهجمات اكتر بكتير من قبل كده وده طبعا بيطمن جدا من ناحية الهجومية زي ما قلنا عندنا مشاكل كتير وغيابات كتير في الدفاع ومع ذلك لا احنا شايفين انه في مباراة بيرميدز قد ايه الدفاع كان منظم واترد مننا اللعيب وعملنا شوت تاني اكتر من رائعي يمكن كمان من الاشادة بموسيماني قد ايه بيعرف يتعامل نفسيا مع اللعيبة يعني مثلا افشا كان ضيع ضربة جزاء في الشوت الاول او نهاية الشوت الاول من مباراة بيرميدز ولكن كان عامل متش هيل في الشوت التاني كان من نجوم المباراة وده لانه قدر ان هو يتعامل معاه نفسيا يعني يمكن موسيماني بيقول انا لما شفته محبط روح تتكلمت معاه قلت له ماردونا بيضيع ميسي بيضيع ايه المشكلة ان انت تضيع ضربة جزاء وانا ما كنتش عايزة شوفه محبط وكان نفسي ان هو يسجل في الشوت التاني ولكن يعني ما حصلش ولكن كان نفسي يسجل علشان هو نفسه يحس ان هو افضل من نفسه كان بيتكلم على قد ايه هو مهتم جدا للنشئين قال لكم هم هيتعلموا كده ارميهم في البحر مع السمك مع القروش وهم هيتعلموا كده سواء كان العربي بدر او شادي ردوان او لو هيتم دفع بالنشئين بعد كده او هيعتمد عليهم بعد كده حقيقة فكر الرجل ده قد ايه منظم وقد ايه لما بيعد مع مسؤولين من نشئي نادي الاهلي علشان يوحد خطة اللعب ما بين الفريق الاول ما بين النشئين عشان لو في اي وقت احتاج حد من النشئين ان هو يكون موجود مع الفريق الاول حاجات كتير عوامل كتير بتورينها قد ايه الرجل ده في وقت قليل قدر يسبت نفسه اه الاختبار الاهم والاختبار الاكبر هو مباراة الاهلي والوداد في دوري ابطال افريقيا ولكن بيبقى فيه ملامح بيبقى فيه مقدمات تخلينا نطمن او ما نطمنش واللي انا شايفه لحد دلوقتي واللي الناس كتير قوي شايفينه جماهير النادي الاهلي كله متفائل احنا لما فيلر مشي مشي في وقت صعب مشي في وقت احنا دخلين على افريقيا ومش باقي وقت كتير فيه غيابات كتير ولكن الحقيقة مجلس ادارة النادي الاهلي يعني اكد قد ايه وثبت قد ايه هو كان عارف يتعامل كويس جدا مع الموقف كان قدامه كذا سيفي لكذا مدرب من بدري والاختيار اللي حصل حد دلوقتي كل السوابت والشهود بتقول هو الانسب وانه قد ايه فعلا مجلس الادارة كان قوي جدا او كان صائب جدا في اختياره لبيتسو موسيماني يمكن ما فيش تشابه قوي بين لما جيه ببيتسو موسيماني وفايلر او حتى مستر جزي لتدريب الاهلي يمكن جزي قول ما جيه كانت الناس كتير قوي بتقول قد ايه لأ مين دا وما عندوش سيفي كبير والدنيا مش مشكلة يعني فيه مشاكل انه قد ايه ما فيش سيفي كبير وما عندوش سيفي في افريقيا ومع ذلك دلوقتي احنا لو منتكلم على جزي مع الاهلي تاريخ كبير قوي فيلر لما جيه برضو كانت كلام مين دا؟ مين دا اللي هيدرب النادي الاهلي؟ mين اللي ما عندوش سيفي في افريقيا دا؟ ومع ذلك باردوفايلر يعني سبت إلى حد ما حقيته بتدريب النادي الأهلي في فترة ما لكن موسيماني من بدايتها كده أنا ما شفتش أي انتقادات الحقيقة الاختيار موسيماني ومن بعد أول ثلاث مباريات لي مع النادي الأهلي طبعا يعني